بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم في أول السطر حقيقة الناس كلها في انتظار وترقب للقرارات التي ستتخذ فيما يخص مباراة المصري والأهلي وهي العقوبات أو ما يسمى بالعقوبات الرياضية الانشيق الجنائي يمضي الآن في طريقه الطبيعي والمنطقي بعد حقيقة النيابة هناك قرار إحالة ثم تحديد جلسة محكمة وتبدأ الإجراءات حتى يصدر قرار أو حكم نهائي من محكمة النقد لأن هذه الاتهامات لها درجتين تقادي غير قضايا أخرى فيها ثلاث درجات تقادي الحقيقة الانتظار للعقوبات الرياضية أيضا ناس كتير استهلكت من وقتها وجهدها عشان تحاول تعرف ما هي العقوبات انتظار طويل جدا كنا في غنى عنه كنا في غنى عن تضييع هذا الوقت خاصة أنه البعد ربط أي عودة للنشاط الرياضي بظهور أو بإعلان هذه القرارات لنا وقفة عند هذه القرارات وإيه اللي ممكن تكون فيها وهل فعلا بكرة هيكون في مؤتمر صحفي تعلم فيه هذه العقوبات أم لا إنما الواضح خلال الفترة الماضية ومنذ الحادث الأليم في أول فبراير مباراة المصري والأهلي عندنا مشكلة مش عندنا مشكلة في الحادثة فقط ولكن عندنا مشكلة في اتخاذ القرار ويبدو إن المسألة ده يعني إقاع عام بينطبق على الجميع إنما هو زيادة قوي في الرياضة العقوبات اللي كان يفترض إن هي دايما بيحصل في العالم كله إنها تتاخد في يوم أو اتنين أو تلاتة بالكتير إلى هذه اللحظة ونقدر نقول مضى ما يقرب من خمسين يوم خمسين يوم بالتمام والكمال ولم يتخذ قرار حتى الآن مسألة موجودة من وقت طويل اعتياد تأخير القرار ربما بإرادة صاحب القرار إن هو ما يحبش يصدر نفسه إن يأخذ هذا القرار فيحسب عليه لإنه مؤكد كل قرار في مصر في كل وقت بالمناسبة مش السنة دي ولا اللي قبلها لأ دا احنا بقلنا عقود طويلة جداً كل قرار بيصنع سقب وجدل حواليه بشكل غير عادي ما فيش اتفاق نقولش إجماع الإجماع دا حاجة يعني مثالية جداً وحاجة أعتقد إنها مستحيلة جداً إنما ما فيش تراضي على قرار أو اتفاق على قرار الإجماع صعب نعم إنما إن الناس تبقى راضية أو تقنع نفسها إنه هذا القرار كان صحيح وفقته دي مسألة مهمة جداً يربما يكون عدم قدرة البعض على مواجهة تبعات القرارات هو اللي أخره ربما يكون اعتياد المسألة لإنه بقلنا سنين طويلة إنه الناس تنتظر دائماً قرار من صنع القرار أو متخذ القرار ولا يأتي القصة دي بقلنا فيها سنين طويلة إنما الغريب في المسألة إنه تعلم بعض القرارات وفجأة في النص الناس تنسى إنه كان فيه متابعة لها يعني النهاردة يوم واحد وعشرين يعني مش عيد الأم بس كل سنة وكل الأمات طيبين ورحمة الله على كل من له أم وفقدها لأنهم فعلاً يستحقوا الرحمة الأم دي حاجة كبيرة أوه في حياة الإنسان إنما يوم واحد وعشرين ده كان هو المعادة الذي يحدد يوم معلنة القرارات بإلغاء الدورة وإقامة الدورة النشطية كان معادة القرعة حدش خذ باله بموضوع ده عادة يوم القرعة وما حدش تكلم على حاجة قال له هو كان القرار اللي طلع ده من حوالي أسبوعين أو 12 يوم كان لي السلاك المحلي ولا كان فيه فعلاً قرار بإقامة بطولة قادينا بقولولي يمكن عشان عيد الأم فاكتفوا بعيد الأم بدلاً من إجراء قرارة البطولة